وإيه اللي حصل في قصة أحمد حسن مع سامة محمد وإيه اللي وصل له المحضر اللي عملته سامة محمد ضد أحمد حسن بتهمة التحرش ناس كتير عاوزة تعرف إيه اللي حصل في الموضوع بعد الفيديو اللي عملته زينب لأحمد حسن وقالت إنها تطلق منه وناس كتير بعثت لها على استجرام بتقول لنا يا ريت توضح لها الموضوع وهل المحضر طلع حقيقي ولا فيك سألنا سامة محمد عن القصة بالكامل وقالت ان المحضر حقيقي جدا بل ان كمان النيابة اتأكدت من ان الشخص اللي بعت لها الرسائل اللي فيها التحرش هو احمد حسن فعلا مش شخص تاني والاكاونت الرسمي بتاعه والرقم الرسمي بتاعه الجديد في الموضوع ما نشرته جريدت الوطن ان تم استدعاء احمد حسن للنيابة عشان يتم التحقيق معه فيما هو منسوب اليه من سامة محمد وتبدأ الموضوع ياخد شكل قانوني بحت طب هل فعلا احمد حسن تواصل مع سامة محمد عشان يحل الموضوع سؤال تاني وجهناها لسامة محمد واكدت ان ما فيش اي تواصل بينها وبين احمد حسن عشان يحل الموضوع والموضوع هي مستمرة فيه وزي ما قلت قبل كده في فيديو اخر ان المحامي الكبير اشرف فرحات هو اللي بتولى القضية مع سامة محمد حتى الان وفقا للمعلومات الموجودة في الجرائد والمواقع ان احمد حسن لم يمثل امام النيابة يعني ما حضرش قدام النيابة وقال باقواله وطرق اللي جاي الله اعلم بس كل جديد هتلاقوه هنا ان شاء الله اول اول اعملوا فنو بتنسوش